اخوان الرياض اهلا بكم خريطة الصراع في الشمال السوري على طاولة رؤساء أركان تركيا والولايات المتحدة وروسيا منبج تختصر عقد الصراع الدولي في البلاد ومخاوف تركيا أن تكون الرقة نقطة الاختراق مع واشنطن مكاسب ميدانية متسارعة للقوات العراقية غربي الموصل حالة من الارتباك تسيطر على داعش وسط أنباء عن الفرار إلى سوريا والعبادي يتعهد بملاحقة التنظيم في الجوار فيما يبدو أنه مسعى لحسم خريطة التحالفات والتحضير للمعركة المرتقبة في الرقة جاء اجتماع رؤساء أركان تركيا والولايات المتحدة وروسيا في أنطاليا التركية بيرسم مشهدا تجل فيه التوافق الدولي على مستقبل الصراع في الشمال السوري وإن كان عنوانه البارز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة اجتماع يأتي على وقع الصراع متصاعد على مثلث الأزمة المعقد في شمال البلاد والمكون من الرقة والباب ومنبج حيث بدت الأخيرة نقطة خلاف عميقة وعقدة قد تتحول إلى فتيل ربما ينفجر في وجه الجميع بحسب المراقبين الحديث عن الرقة لا يخلو من المواقف التي باتت تضغط على التحالفات القديمة بل ربما تغير المشهد برمته حيث أكد مسؤول تركي أن واشنطن قررت على ما يبدو الاستعانة بوحدات حماية الشعب الكردية في حملة دحر داعش من معقله في المدينة خطوة لم تلقى ترحيبا في أنقرة وربما تذهب بالخلاف مع واشنطن بعيدا في ظل تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن ذلك سيكون له تداعيات على علاقات أنقرة واشنطن فما أفاق التنسيق التركي الروسي الأمريكي في سوريا وما هي الدلالات اعتماد واشنطن على وحدات حماية الشعب في معركة الرقة وكيف تقطع أنقرة الطريق على ذلك وهل يمكن أن تنصهر الإرادة والتوافق الدولي في الشمال السوري بعدما تعثر ذلك عبر سنوات الصراع في سوريا رؤساء أركان لجيوش ثلاث تعتبر من أبرز المؤثرين بملفي سوريا والعراق هي روسيا وأمريكا وأنقرة يشتمعون بمدينة أنطاليا جنوب تركيا مائدة البحث ملفات أربع هي مدينة منبج المسيطر عليها من قبل الوحدات الكردية المدعومة أمريكيا والعازمة تركيا التقدم نحوها في ظل رفض روسي واشنطي كما يبحث الفرقاء ملف إنشاء مناطق آمنة شمال سوريا وعملية الرقة التي تحاول تركيا إقناع الأطراف إمكان تكليف قوات البشمرج بتحريرها بدل الوحدات ناهيك عن ملف تحرير موصل العراق والتواجد التركي هناك أعتقد أن الحكومة التركية ستسعى لتحقيق ما لم تخفيه سابقا وهو تحييد الوحدات الكردية إذ لا يمكن إقصاء تنظيم إرهابي بآخر وستسعى تركيا مع شركائها لتحقيق ذلك رئيس الوزراء التركي بن علي الدرم الذي أعلن عدم إمكان بلاده إطلاق معركة تجاه من بيج ومواجهة منظمات إرهابية انتشرت شمال سوريا دون تنسيق كامل مع واشنطن والروس يدرأ خطر التصادم أكد أيضا وجود دول عدة بالمنطقة لابد من التعاون معها للتمكن من كل المنظمات الإرهابية كداعش والنصرى ووحدات حماية الشعب الكردي تصريحات يلدرم هذه سبقتها تأكيدات أردوغان عزم الأتراك استمرار معركتهم ضد داعش وضد الوحدات بعد مدينتي جرابلوس والباب باتجاه من بيج فرق القادة العسكريون يبحثون في أنطاليا مسألة الحيلولة دون وقوع حوادث والصدمات عند إجراء العمليات في سوريا لدى تركيا والتحالف والدول الفاعلة موقف موحد حول ضرورة التعاون لزجر التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك عمليات درع الفرات المدعومة تركيا مستمرة رغم تسليم الوحدات الكردية نقاطا في منبيج للأسد وبينما طال قصف الدرع معاقل الوحدات ببلدة البوهيج وبرشايا مصفرا عن قتلى وجرحى هناك أعلن الجيش الروسي وقفا لإطلاق النار حتى العشرين من الشهر الجاري بغطة دمشق مباحثات وتنسيق يدر ما بين روسيا وتركيا وإيران حول الوضع الأمني في كل من سوريا والعراق فما الجديد الذي ستحمله هذه المباحثات سؤال يبقى جوابه برسم قادمة الأيام لبرنامجنا الرياض علي تباب والنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن اجتماع رؤساء الأركان التركية والأمريكية والروسية في أنطاليا كواليس ونتائج هذا الاجتماع وانعكاساته على معارك الشمال الروسي انضموا إلينا من اسطنبول الكاتب والبحث السياسي زاهد قل وكذلك عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أيمن العاسمي كما ينضموا إلينا من موسكو مدير مكتب صحيفة الحياة رائد جبر مساء الخير جميعا وأبدأ بسيد قل على مستوى هذا الاجتماع الذي عقد في جنوب تركيا هناك في الشمال السوري يبدو الأمور تتأزم تحديدا في منبج التي قد تكون نقطة افتراق بين حليفين الرئيسيين ليس على مستوى الإقليم بل أيضا على مستوى حلف الشمال الأطلسي يعني الافتراق لا أعتقد أنه موجود في الوقت الراهن ولا أعتقد أنه ربما متوقع مستقبلا أقصد في المستقبل القريب لكن هناك محاولة أمريكية واضحة لا تخطئها العين في إطار محاولة إعادة كسب تركيا بعدما خسرتها ربما في أيام الإدارة السابقة ومحاولة تقديم شيء لتركيا دون أن تتخلى هي عن ما يمكن تسميته بوحدات حماية الشعب الكردية أو سوريا الديمقراطية في الوقت الراهن أعتقد أن هناك أيضا غضب أمريكي واضح لا تخطئه العين فيما يتعلق بمدينة منبج عندما قامت وحدات حماية الشعب برفع الأعلام السورية مما استدعى الوجود الروسي في هذه المنطقة الأمر الذي أثار غضب في قناعة أمريكي من هذه الوحدات على حساب أنها استدعت روسيا في مناطق يجب أن تكون أو كانت متصور على أنها نفوذ أمريكي خالص وبالتالي أعتقد أن هناك في الوقت الراهن نوع من أنواع صراع المصالح كما جاء في التقرير الهدف الأول من الاجتماع هو أن لا يكون هناك اشتباك بين الدول الثلاث وبين حلفاء هذه الدول الثلاث في الميدان وعلى الأرض سواء في منبج وغير منبج هناك محاولة للالتفاف حول هذا الموضوع وإن كانت تركيا سائرة في طريقها لتحرير منبج بشكل واضح وصريح خلال الساعات الماضية نشاهد تقدم نسبي في العمليات العسكرية الأمر الآخر الذي تناوله الاجتماع هو ما يتعلق بالخطة النهائية لمعركة تحرير الرقة التي لا زالت هي قيد الدراسة والبحث نعم سنأتي على الرقة سيد قول الحالية تحاول تقديم نعم سيد قول سنأتي على الرقة لكن قبل ذلك أريد توجيه السؤال إلى سيد أيمن العاسمي أنتم في الجيش الحر الذي يبلي حسنا في عمليات درع الفرات يبدو اليوم أيضا قابلا لمواجهة ميليشيا النظام أيضا الجيش الحر هو في واقع الأمر في حيرة من ربما حديث رئيس وزراء التركي بأنه لا يمانع ربما في تواجد ميليشيا النظام في منبج باعتباره ربما وهذا الكلام لي باعتباره ربما حلا وسطيا بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة أنتم في الجيش الحر كيف ترون مثل هذه الخطوة وكيف ستتعاملون معها نعم مساء الخير لك ولغيفك ولساد المشاهدين جميعا سيدي حقيقة أن كل الصدمات المستقبلية هي مؤجلة يعني حقيقة الآن نتكلم عن اجتماعات تنسيقية بين دول لها علاقة في بلف بشكل مباشر وكل هذه الدول لها ارتباطات من خلال مجموعات تدعمها الأرض يعني الجيش التركي يدعم الجيش السوري الحر روسيا تدعم النظام وإيران الميليشيات وأيضا الأمريكان يدعمون الوحدات الانفصالية فبالتالي كل ما يحدث الآن هو عبارة عن تهدئة وتطمين من المخاوف التي سوف تحصل يعني هذا كلام واضح اليوم الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال أن الأمر هو تطمين ومنع حدوث يعني بما يعنيه اشتباك أو يعني رجع من سيهاجم فبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه يوجد في حسبان كل هذه الدول التي لها علاقة في الموجودين على الأرض وأيضا لا تنسى أن هذه المنطقة هي منطقة صغيرة تجتمع فيها عدة قوة فلذلك كل ما هو ممكن أن يحدث في المستقبل هو مؤجل فقط لكن على المدى القريب طبعا لكن على المدى مدى وسط البعيد أعتقد أنه سيكون هناك لا محالة اشتباكات حقيقة لأنه في الأصل نحن عندما قمنا بهذه الثورة كنا نحارب النظام الآن هناك ظرف طارق نحارب داعش لكن بعد أن تنتهي داعش يعني إذا كان هناك في مجال للمعركة في في الرقة ماذا سنفعل مع النظام هل نبقى مجاورون لهم نعم قبل ذلك سيد بالحل السياسي سيكون هناك صدام نعم سيد أيمن عفوا هنا نقطة مهمة جدا الجانب التركي اليوم يرى في مسألة الحرب على الأكراد في تحديدا في المنبج هو أولوية وليس الحرب على داعش ربما في المرحلة المقبلة في الرقة يعني اليوم الهدف هو الأكراد قبلا في الباب كان الهدف داعش نعم نعم البيان رئاسة أركان التركية كان واضح اليوم وهذا لا يدع مجال للشك قال بالضبط بحثوا المجتمعون آخر تطورات الوضع بخصوص محاربة جميع التنظيمات الأرهابية يعني إذا لم يكن هناك تحديد لهذه التنظيمات فهم قالوا جميع التنظيمات لذلك أمر الخلاف مؤجل هل تعتبر الولايات التحلي الأمريكية الوحدات الانفصالية هي إرهابية نحن نعتبرها إرهابية بالطبع هذا لا شك فيه لكن ماذا سيحدث إذا لم يقتقم أمريكا بهذا التصنيف وأشركت هذه المجموعات بتحرير الرقة العربية بوحدات انفصالية كردية لكن أنا أعتقد أن هناك ربما يوجد خطة وهذا ما قالته إحدى الصحف من خلال الصورة التذكارية للاجتماع عندما ظهر ملف أمام رئيس الأركان الأمريكي عنوان هذا الملف خطة العمل التركية الأمريكية المشتركة لعمليات الرقة يعني هناك ربما أفكار مطروحة لم تخرج الإعلام لكن لا شك أن هناك سيحدث أفضلية تركية لأنه حقيقة يعني إذا وضعنا موازنة أو وضعت أمريكا موازنة بين الأحداث الانفصالية وبين تركيا لا أعتقد أنه من العقل أن تختار من المنتجة الأمريكية مجموعات انفصالية نعم هذا سنتي عليه نعم لكن هذا الأمر أيضا يعني نعم سيد أيمن أعتقد أن تصريح السيد رئيس الويدر نعم سيد أيمن أريد أن ننتقل إلى موسكو سيد رائد جبر على مستوى روسيا كانت مشاركة اليوم في اجتماع هو الأول يعني يعقد بين رؤساء الأركان أو الجيوش الأمريكية والتركية والروسية على الأقل المعلم منه موقف روسيا تجاه منبج مهم جدا ربما هي لا تؤمن بمسألة الكردية كما تؤمن الولايات المتحدة ولا تثق في الأكراد كما تثق الولايات المتحدة هي ربما أو تأكيدا أو بالتأكيد هي تثق في النظام في مرحلة منبج اليوم وربما لاحقا في الرقة بالرغم أن ميليشيا النظام غير قادر اليوم عمليا وعسكريا الذهاب بعيدا في عمليات عسكرية ربما تكون طويلة مثل ربما معركة الرقة مستقبل لكن من ناحية منبج ما هو الدور الروسي المتوقع والمرتقب في هذه المرحلة نعم تحية طيبة بداية لك ولضيوفك الكرام بطبيعة الحال موسكو لديها شراكة ميدانية الآن مع تركيا كما لديها من الطرف الآخر شراكة مع إيران لكن بالنسبة إلى تركيا هي شريك مهم ساهمت في الاتفاق الروسي التركي ساهم في توصل الوقف في اطلاق النار وإطلاق عملية جنيف فيما بعد بالتباية لذلك لا تريد روسيا بشكل واضح أن تذهب بعيدا عن المصالح التركية إنما في نفس الوقت كانت منذ البداية لا ترغب بأن تتسع عملية درع الفرات بشكل واسع جدا لذلك منذ بالفعل هي مفصل طرق أو مفترق طرق أساسي إنما التسوية أو المحاولات التي تجريها موسكو هي أولا لتحقيق مصالح تركية من جانب التي آلنت منذ البداية أن تدخلها يهدف إلى منع إقامة كيان إرهابي كما وصفته معادي المقصود هنا طبعا امتداد الكيان الكردي على الحدود التركية هذا الأمر تم تحقيقه بشكل أو بآخر تركيا حققت جزء كبير من أهدافها خلال عملية الباب ووصولا حتى اللحظة الخطوة اللاحقة موسكو لا تريد أن تقع مواجهات لأن هذا ليس في صالحها وهذا يقلب الطاولة على كل العملية الميدانية يعني الآن وقف اطلاق النار التفاصيل المتجهة نحو التسوية السياسية موسكو لا تريد أن تشكل منبج عنصر لغم أو عنصر تفجير لكل هذه الجهود التي جرت في الفترة السابقة لذلك جاءت هذه التسوية إن صح التعبير الآن الحديث عن هذه التفاهمات الروسية الأمريكية ربما التركية أيضا بالدخول قوات النظام إلى بعض المناطق وابتعاد قوات الكردية عنها المقصود هنا هو تشكيل نوع من منطقة عازلة تفصل بين القوات التركية أو مدعومة من تركيا عفوا من جانب والقوات الكردية وهذا سيناريو له أهمية خاصة لأنه يبدو أن هناك حديث أوسع حتى من مسألة منبج وقبل أن نتحدث عن الرقة هناك حديث عن إقامة ربما سلسلة مناطق عازلة يعني منبج عفوا سيد رائد المناطق السورية سيد رائد كمديل نعم سيد رائد عفوا كمديل عن فكرة المناطق الآمنة أقصد نعم تفضل نعم يعني منبج ربما تتحول إلى قدانسك يعني في سوريا تقريبا عفوا مرة تاني السؤال يعني هي ربما تكون بمثابة قدانسك البولندية في سوريا نفس الوضع منطقة فاصلة نعم 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 إلى حد تفضل إلى حد بعيد أتفق نعم تماما إلى حد بعيد أتفق يعني أنا قصدت أن أقول هنا بالتحديد حول منبج أنه المقصود يعني التسوية ربما تكون ليس فقط تسليمها ليست عملية تسليمها بشكل كامل هذه المدينة إلى النظام لأنه هذا سيؤثر على العمليات اللاحقة في الرقة وفي غيرها إنما المقصود أنه تم تسليم عدد من القرى الآن إلى القوات الحكومية السورية إنما المقصود أنه إقامة منطقة عازلة بين الأطراف ربما تكون فيها اتفاق على آلية التعامل معها حتى لا يتم حدوث اشتباك وهذا هو الهم الروسي الرئيسي في المرحلة الراهنة نعم سيد قل يعني في اسطنبول سمعنا من سيد رائد أن روسيا لا تريد اشتباكا في هذه اللحظة وأيمن العاسمي يقول أن الاشتباك حاصل لا محالة لكنه مؤجل من وجهة النظر التركية ربما هناك فلسفة لديها أولوية أهم الأولويات عدم التمكن الجانب الكردي أو القوات سوريا الديمقراطية من منطقة مغرب الفرات وبالتالي هذا هدف استراتيجي هو وراء إطلاق عملية درع الفرات وربما الرقة يتم التفاهم فيها معها أو خلالها أو تجاهها لاحقا نعم أتفق معك في هذا السياق يعني عملية درع الفرات انطلقت لأسباب عديدة معلنة بالإضافة إلى كونها تريد محاربة الإرهاب فإنها تريد تنظيف ما يمكن تسميته بمنطقة غرب الفرات من العناصر الإرهابية سواء كانت داعش سواء كانت الجماعات الانفصالية الكردية وبالتالي لا يمكن أن نقول أن تركيا فرحت بتحرير الباب ما لم تتحرر من بج بشكل كامل مما يمكن تسميته بوحدات حماية الشعب أو بسوريا الديمقراطية وبالتالي أعتقد أن تركيا ستسعى في طريقها لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال تفاهمات أو من خلال العملية العسكرية أضف إلى ذلك أن منطقة منبش تحديدا التي يتوافر على ما يسمى بستة شرين هي في منطقة كان يقع فيها ضريح الشاه سليمان هذه البقعة الجغرافية تحديدا تعتبر أرضا تركيا انسحبت منها تركيا قبل نحو ثلاث سنوات بسبب الظروف الراهنة بسبب عدم إرادة تركيا التدخل في سوريا أو بسبب عدم موجود ذريعة لفرض التدخل عليها فهذا الانسحاب وانسحاب كان تكتيكيا هذه البقعة بقعة جغرافية تركية معترف عليها في الإطار الدولي وأعتقد أن تحريرها في الوقت الراهن سيعتبر له رمزية ودلالة مهمة جدا بالنسبة لتركيا وخاصة في ظل الظروف السياسية الداخلية الراهنة المقبلة على الاستفتاء عبر هل تعتقد أن الولايات المتحدة ربما تذهب إلى تسليم منبج التي قلت أن لديها رمزية معينة بالنسبة للأتراك تسليمها إلى الأتراك نظيرة عدم تدخل القوات التركية في معركة الرقة وترك المجال لقوات سوريا الديمقراطية خصوصا أن سيد يلدرم تحدث صراحة وقال لن تكون هناك عملية في منبج دون التنسيق مع الروس والأمريكيين بداية لا أعتقد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية رؤيتها أن تستثمر كل بندقية فيما يتعلق بالحرب على الرقة تحديدا والرؤية التي تطرحها اليوم بشكل واضح هو أن يكون هناك عدة محاور في عملية تحرير الرقة كما الموصل تحديدا بمعنى أن هناك يجب أن يكون مثلا وحدات حماية الشعب مشاركة فيما يتعلق بعزل مدينة الرقة عن قراها عبر محاور هي تقوم بها يعني أقصد هنا سوريا الديمقراطية في إطار في مقابل أن يكون لقوات الجيش السوري الحر والتركيا الحق في الدخول لتحرير المدينة بحد ذاتها دون أن يكون الحق لما يمكن سيسميته بسوريا الديمقراطية الحق في الدخول إلى المدينة هذا الطرح في الوقت الراهن أمريكي لا أعتقد أنه يلقى موافقة تركيا أو رفض حتى تركيا في الوقت الراهن بقدر ما هو طروحة أمريكية جديدة دعنا لنقل فيما يتعلق بمعركة تحرير الرقة الأمر الآخر هناك نقطة فيما يتعلق بمنبج يجب أن أضيفها يعني تركيا أو رئيس الوزراء عندما تحدث عن تسليم بعض المناطق للنظام هو تحدث في المقارنة بين السيء والأسوأ وإن كان الهدف التركي بطبيعة الحال تحرير هذه المنطقة وأن تكون بقيادة الجيش السوري الحر لتكون نواة للمناطق الآمنة التي تريدها تركيا من خلال عملية درع الفرات إذا لم تتحقق هذا المقصد أو هذا الهدف في هذه المنطقة وأقصد هنا منبج تحديدا فإن الرؤية التركية أو إطار عملية درع الفرات تكون قد انتهت دون أن تحقق أهدافها المرجوة هذه النقطة أساسية النقطة الثانية أعتقد أن هناك نوع من أنواع الغضب الأمريكي أيضا من ما يمكن تسميته بسورة ديمقراطية عندما استدعت النظام إلى بعض المناطق هذه المناطق التي قامت بتحليل سوريا الديمقراطية هي مناطق تعتبر نفوذا أو مناطق داخلة تحت النفوذ الأمريكي استدعاء النظام يعني استدعاء روسيا واستدعاء روسيا أو وجود روسيا في هذه المعادلة وفي هذه البقعة الجغرافية من المؤكد أنه سيكون على حساب النفوذ الأمريكي والذي دفعت أمريكا ثمنا له وبالتالي أعتقد أن هناك أيضا نوع من أنواع الاستياء الأمريكي من سوريا الديمقراطية لهذا التصرف الذي قامت به وأعتقد أن هذا الأمر تحتاج إلى معالجة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تعاملها مع سوريا الديمقراطية بغض النظر عن الواقع التركي أو السياسة التركية والنظرة التركية وبالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع الذي حصل في أمطاريا حاولت معالجة هذه القضية من جهة نعم أنتقل إلى سيد أيمن عاسم إذا سمحت لي سيد قل لو تجاوزنا مسألة من بج وقلنا أن كما تحدث سيد قل أن الولايات المتحدة تريد استثمار كل بندقية في الرقة وبالتالي هل يمكن أن نشاهد قوات أمريكية قوات من الجيش الحر قوات ربما تركية وقوات أخرى من أيضا روسية لتحرير الرقة بمعنى أن الكل سيقاتل جانب جنبا إلى جنب لطرد داعش نعم يا سيدي حقيقة هناك نقطة ذكرت حضرتك في سؤالك للأخراءة بالموسكو أرغب أن أعلق عليها وهو أنت ذكرت دانسك دانسك كانت هي نقطة الاتفاق الأكبر بعد أن اجتمعت فيها كل القوى في بولندا لكن منبج أعتقد أنها ستكون نقطة خلاف الأكبر يعني لا أعتقد أنه ستكون هناك معركة شاملة في الرقة ما لم يحل موضوع منبج وموضوع منبج واضح تماماً أن هناك تنسيق أمريكي روسي مع النظام وهذا الأمر كشف حديثاً أنه أنا برأيي كان قديم التنسيق الروسي الأمريكي مع النظام بعدة أماكن الآن ظهر جلياً لكن ما سيغير المعادلة إذا تم هناك توافق على خطة بديلة يعني أنا أرى أنه لن يسمح الأمريكان لأحد بدخول منبج طبعاً الاشتباكات ربما تحدث وربما لا تحدث لكن أنا أعتقد أن الأمريكان بهذه التصريحات ووجود هذه المدرعات والدوريات التي تسيرها غرب منبج هي وضعت نقطة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها إلا بخلاف كبير وهذا الخلاف الكبير لا يمكن أن يتحول إلى اتفاق إلا إذا طرحت الخطة المديلة التي تقول أنه يسمح للقوات التركية وجيس الحر بالمرور عبر تل أبيض هنا أريد أن أقول إذا لم تحل مشكلة منبج بشكل جذري لن يكون هناك معركة بالرقة شاملة ستبقى هناك عبارة عن شد وجذب في هذه المعركة ولن تنتهي لذلك الخلاف الأساسي والخطوة الأولى في معركة الرقة هي منبج لن نقبل نحن بأن تبقى فيها الوحدات الكردية ولا النظام ولن تقبل أيضا تركيا فبالتالي أعتقد أن هذه نقطة الخلاف التي ستحول منبج إلى عكس دارسك التي ذكرته حضرتك أما موضوع موضوع التصريحات موضوع تحديدا سيد أيمن عفوا كنت أذكرها لكن لم تعطيني الوقت نعم إذا سمحتني إذا سمحتني سيد أيمن سيد أيمن تحديدا مسألة تحرير الرقة تحدث سيد قول وقال أن الولايات المتحدة ستذهب إلى استغلال كل بندقية من أجل تحرير الرقة هذا يعني أن أيضا روسيا من جهتها ستريد تحرير الرقة وبالتالي جلب النظام جلب ميليشيات الإيرانية الجيش الحر الكل سيقاتل جنبا إلى جنب من أجل الطرد داعش هذا التصور هل هو منطقي هل هو يعني أن هناك ربما سيكون هناك تقاسم لمناطق القتال وبالتالي تقسيم الرقة إلى عدة أقسام يا سيدي هناك أولويات عند كل الدول يعني حقيقتها ما تراه هو توافق علني هناك خلافات ضمنية يعني مثلا روسيا وتركيا متفقان على أمر واحد وهو عدم تقسيم سوريا لكن الأمريكان لهم رؤية أخرى وهي الفيدرالية لأن أصلا الولايات التحدة الأمريكية تقوم على نظام فيدرالي فهي ترغب بهذا النظام بأن تعممه على كافة دول العالم وليس في سوريا هذه النقطة محل خلاف يعني عندما تكون هناك مجموعة تعتبر إرهابية تستطيع أن تضعها جانب دولة مثل تركيا أو روسيا أو أي دولة أخرى تقاتل إلى جانب مجموعة إرهابية تقاتل إلى جانب دولة للتحرير مدينة من مجموعة إرهابية أخرى هذه النقاط لا يمكن حلها بهذه الطريقة يجب أن يستثنى جميع الإرهابيون ويبقى منهم أصلا أصحاب الأرض وأصحاب المصلحة الأساسية فبالتالي يعني عندما تنحاز أمريكا إلى الوثلات الكردية ويقول سيد رئيس الوزراء أن اختيار حلفاء تركيا لوحدات حماية الشعب في مأركة الرقة هذا يفسر الخلاف الكبير الذي سيظهر لاحقا لكن استغلال أي بندقية هذا الأمر ليس يعني بمتناول الولايات التحية الأمريكية الوحدات لا تكفي لوحدها ولا نظام يستطيع أن يحرر الرقة لذلك نعم يجب أن يكون هناك التوافق والتوافق يستلزم تلبية رغبات ومصالح الدول الأخرى ومصالح الأطراف الأخرى مثل الجيش الحر وغيره نعم لذلك الأمر أعتقد أنه يعني متحابك أكثر مما هو يبدو للجميع نعم سيد رائد هل تعتقد أن سيد يلدرم عندما تحدث عن على الأقل وهو عندما يعقول أن النظام لا يمانع بأن النظام يتسلم من بجهل هو يريد أو يلمح إلى مسألة أن تركيا والروس لديهما نفس النظرة إلى مسألة القوات سوريا الديمقراطية ربما أو كيف يفكر الروس في هذه الجزئية تحديدا فيما يخص من بج هل يلتقيان مع الأتراك ويفتريقان مع الأمريكان في نقطة الأكراد مثلا سيد رائد أنتقل إلى سيد زاهد قل سيد زاهد هل تعتقد أن الجانب التركي اليوم هو على توافق مباشر مع الروس في جزئية العداء أو على الأقل عدم تفضيل الأكراد في مهمة أو في العمل العسكري في منبج تحديدا وبالتالي هذا قد يكون مبررا للإفتراق مع الولايات المتحدة في هذه الجزئية تحديدا وهي جزئية مهمة جدا يعني نسبيا يمكن أن يقال ذلك بمعنى أن روسيا من المؤكد أن حليفتها الرئيسي في سوريا لن تكون قوات سوريا الديمقراطية بل هو النظام عينه وبالتالي انحياز روسيا سيكون تجاه النظام وليس تجاه سوريا الديمقراطية وهنا بإمكاننا الحديث عن السيء والأسوأ بحسب الرؤية التركية بمعنى أن هناك نوع من أنواع التوافق النسبي النسبي أقول بين تركيا وروسيا في هذه الجزئية وإن كانت روسيا سواء في إطار الحرب على الإرهاب أو في إطار عملياتها داخل سوريا خلال الثلاث سنوات الماضية أمدت ما يمكن تسميته بسوريا الديمقراطية ببعض الدعم العسكري والسياسي وبالتالي بإمكاننا وأيضا بإمكاننا نتحدث أن سوريا الديمقراطية جزء منها على الأقل تدين لا زالت بالولاء للنظام السوري وبالتالي بإمكاننا الحديث أن هناك نوع من أنواع التداخل في هذا الموضوع وبالتالي أعتقد أن الموقف الروسي سيكون مع النظام إذا إذا كانت معارضة إذا ما وضعت الخيارين أمامها وإن كانت لديها علاقة أيضا جيدة ليست بالسيء مع ما يسمى بسوريا الديمقراطية نعم وأنا قبل قليل فقط تعليقا لضيفكم من إسطنبول أنا أتفق معه في ما تفضل به أنا كنت أصف ما هي الرؤية الأمريكية أنا متفق معه أن الخلافات كبيرة ولا أعتقد أن معركة تحرير الرقة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كما تحرير الموصل تحديدا بمعنى أنها أشركت كل القوى الموجودة يعني معركة الموصل اليوم من شاهد الفرنسيين والألمان وشاهدنا البشمرقة التي شاركت إلى حدود معينة وشاركنا الحجد الذي شارك في بعض المحاور بمعنى أنها استطاعت أن تجمع جميع من يحملون البندقية بطريقة إلى حد ما نستطيع نقول توافقية هذا الأمر أرادت أو تريد الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إنتاجه مرة أخرى بطريقة ما في الرقة لكن لا أعتقد أننا سنشهد على الأقل عملية أمريكية روسية مشتركة أو عملية تجمع الجيش السوري الحر على سبيل المثال بقيادة تركيا مع النظام السوري في بعض المحاور التي يتم تحرير فيها هذه المدينة وبالتالي أعتقد أن الخلاف الروسي الأمريكي فيما يتعلق بالرقة ومستقبل المدينة بعد تحريرها من داعش يبقى حتى هذه اللحظة نقطة خلافية وهو الأمر الذي سيؤجل أعتقد تحرير الرقة كما تأجل تحرير الموصل لأكثر من ثلاث سنوات شكرا لك سيد زاهد قل من إسطنبول شكرا لك سيد أيمن العاسمي شكرا لك سيد رائد جبر ونعتذر عن الخلل في المصدر نتابع فيه هنا الرياض بعد فاصل قصير بعد سيطرة القوات المشتركة على المجمع الحكومي غربي الموصل العبادي يخير داعش بين الاستسلام أو الموت وكلفة إنسانية قوامها ثلاثمائة ألف نازح في أوضاع مأساوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع تحقيق مكاسب ميدانية متسارعة وتقدم القوات العراقية في الجانب الأيمن من الموصل وسيطرتها على المجمع الحكومي يبدو أن دفاعات داعش بدأت تتهاوى تطورات وصفها قائد القوات الجوية الأمريكية في التحالف الدولي بأن التنظيم يقاتل بشكل فوضوي واغتنم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فرصتها ليخير عناصر داعش الإرهابي بين الاستسلام أو الموت مؤكداً أنه لن يتردد في ضرب مواقع التنظيم في دول مجاورة للعراق في إشارة إلى الغارات الجوية للطائرات العراقية أواخر الشهر الماضي على ريف دير الزور شرقي سوريا تطورات الميدان يقاسمها المشهد بالنسبة للأوضاع الإنسانية التي تتدهور بوتيرة تسابق الإنجازات العسكرية حيث أعلنت الهجرة العراقية أو وزارة الهجرة العراقية أن عدد النازحين من مدينة الموصر ارتفع إلى 300 ألف شخص منذ بدء عمليات تحرير المدينة وسط تحذيرات من تعاضم مأساة النازحين مستقبلا مع وصول معدل النزوح إلى نحو عشرة ألاف شخص يوميا ومع استعراض تلك التطورات فهل اقتربت نهاية داعش ماذا عن كواليس التقدم الميداني وتطوراته وماذا ينتظر أهالي الموصل بعد تحريرها على وقع تجربة أهالي الفنوج في ظل استمرار معارك استعادة مدينة الموصل أكدت القوات العسكرية الأمريكية أن تنظيم داعش بدأ يفقد السيطرة في الساحل الأيمن وسط انهيار في صفوفه وفرار جماعي لعناصره خاصة بعد مشاركة طائرات الأباتشي في المعركة وقصفها لمواقع حيوية تابعة للتنظيم مهدت الطريق أمام القوات العراقية لاقتحام المناطق واستعادتها من قبضة داعش وجود الطائرات الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية والدفاع الجوية الأمريكي والدفاع الجوية هنا ما يشمل منظومة الاتصالات المتطورة التي لا يمتلكها العراق لحد الآن هذه هي خدمة خدمة موضوعة المعركة بشكل حاسم ومع تقدم القوات العراقية التي أكملت سيطرتها على مباني في محيط المجمع الحكومية واستعادت متحف الموصل الأثرية الذي دمره عناصر التنظيم والبنك المركزي العراقي أكملت السيطرة على الجسر الثاني ومحيطه في وقت أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي زار محاور القتال في الموصل أن هزيمة داعش باتت قريبة إلى ذلك حذرت الصحة الدولية من حصول كارثة إنسانية في مدينة الموصل إذا لم يتم التدخل الفوري لإغاثة المدنيين مؤكدة مقتل أكثر من 700 شخص وفقدان أكثر من 150 آخرين خلال أسبوع وإن العوائل النازحة ستلاقي مصير الموت المحتوم إذا ما تم إغاثتها بشكل سريع وللتعمق في هذا الملف الخاص بالتقدم الكبير الذي تحققه القوات المشتركة في المرحلة الثانية من معركة الموصل وقراءة في حديث العبادي عن إمكانية ضرب داعش في سوريا ومآلات التنظيم الإرهابي في ظل هذه التطورات ينضم إلينا من عمان المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عشور ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية قصي أبو عمر مساء الخير جميعا وأبدأ بالسيد قصي ما هذه التطورات المتلاحقة العسكرية من وراءها وكيف تقيمونها تحياتي لك وإلي جمهور قناة الإخبارية السعودية الأكارم هذه الانتصارات هي انتصارات متوقعة نتيجة إدراك تنظيم داعش أنه فقد الموصل خاصة بعد أن فقد الجزء الأكبر وهو الجانب الأيسر وبالتالي التقدم السريع الذي حصل أثناء الأيام الأولى منذ 19 شباط وإلى يوم 24 كان تقدم سريع للقوات العراقية من الحرور الجنوبي دفعت بمسافة بحدود 4 إلى 5 كيلومتر وحررت مساحة تقريبا 30 كيلومتر هذه الانتصارات مهدت للمرحلة التي تلتها وهي الاشتباك مع تنظيم داعش في الأماكن السكانية التي هي ابتداء من الجزء الرابع ثم اليوم إلى الجزء الجمهورية وبالتالي داعش أدرك أن الموصل بحدودها اليوم السكانية في الجانب الأيمن التي لا تتجاوز بحدود 45 كيلومتر مربع الآن القوات العراقية حررت منها تقريبا 7 إلى 8 كيلومتر مربع ومستمرة من دون مقاومة حقيقية تذكر كما كان في الجانب الأيسر وبالتالي الحكومة العراقية عندما تعلن أنها قد تلجأ لضرب داعش في الدول الأخرى أعتقد هذا الأمر سابق لأوانه لأن تنظيم داعش الآن قد أخلى قياداته من الجانب الأيمن واستسلم للأمر الواقع ما هي إلا فترة أيام لكي ينتهي موضوع الموصل ولكن ماذا بعد الموصل؟ هل خروج داعش من الموصل ينهي تواجده في العراق؟ الحقيقة أن داعش يتواجد في أماكن أكبر بكثير الموصل على الساحة العراقية بدءا من الحويجة وإلى عانا وراوة وغيرها المناطق الأخرى هذا السؤال سنبحثه معكم لكن أريد توجيه السؤال لسيد عاشور على مستوى التصريحات التي قال فيها سيد رئيس الوزراء حيد العبادي حول ملاحقة التنظيم خارج العراق تعتقد أنه يذهب إلى ربما تصعيد تجاه التنظيم الإرهابي هو يبعث برسالة ربما أنه سيفتح جبهة أخرى معه داخل العراق شكرا لكم بداية أود أن أصحح أنا قبل أربع سنوات كنت في القائمة العراقية الآن أنا مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أهلا وسهلا يعود إلى سؤالك الكريم أخي العزيز أولا السيد العبادي عندما تحدث اليوم كان يتحدث عن خطط التحالف الدولي في محاربة داعش سواء في العراق أو في دول أخرى نحن نعلم جميعا وكما أكد ضيفك الكريم بأن داعش بدأ ينهار ليس أمام داعش سوى الهروب إلى الصحراء وهي الحدود العراقية السورية التي أساسا تجمع فيها وجاء منها وإذا ما بدأت المعارك لتحرير الرقة أيضا سوف يسحف داعش باتجاه الحدود العراقية السورية لأن لا مفر لدي الآن ارتكازات داعش هي الموصل الرقة دير الزور وبعض مناطق الأنبار التي لم تحرر حتى الآن مثل منطقة القائم ومنطقة عانا وغير ذلك الصورة الآن التي تحدث فيها السيد العبادي هو أن القوة الجوية التي استخدمت ضد داعش في العراق هي أساسا لم يكن أكثرها ينطلق من الأراضي العراقية وإنما كان من قواعد أخرى ومن دول أخرى المسألة الثانية قيادة العمليات المشتركة التي تقوم بإدارة المعركة ضد داعش والموجودة في بغداد وهناك غرفة منها في أربيل وتضم قادة عسكريين من العراق ومن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وجميع القوات المشتركة ضمن التحالف الدولي والموجودة في العراق توجه المعركة ليس فقط داخل الأراضي العراقية وإنما أيضا الخدمة اللوجستية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى ذلك إلى الحدود العراقية السورية لذلك معناه السيد العبادي من أنه ممكن أن تتقدم الطيران العراقي أو أي جهة أخرى أو أي خدمة استخبارية هو لتأمين الحدود حتى لو اضطرت داخل الأراضي السورية لألا وجود لقوة داخل هذه الأراضي نعم أنتقل إلى لندن مجددا سيد قصي أنت قلت أن ما بعد الموصل لا يعني نهاية الداعش هناك عدة مناطق ذكرتم الحويجة وأيضا القائم هل سيكون هناك مرحلة أخرى لتحرير هذه المدن هل تعتقدون أن التنظيم الإرهابي سيذهب هل سيخلي هذه الأماكن هل ستبدو هذه المعارك المرتقبة بنفس وتيرة معركة الموصل الممتدة لعدة أشهر طويلة أعتقد نتفق أنا والأستاذ هاني حول موضوع تواجد داعش ولا بد من أن يكون ما بعد الموصل هناك حملة واسعة لتطويق هذا التنظيم والذي يعتمد أساسا على الرقة أنا أعتقد أن إنهاء داعش من العراق لا بد أن يكون متزامن مع القضاء عليه في الرقة لكون يستخدم الحدود السورية التي على مدى أربعمائة كيلومتر للتحرك بحرية وإمداد قواتها في العراق الموجودة سواء في الحويجة أو في مدى الغربية أو في مدى الغرب الموصل أيضا وبالتالي لا بد من الحكومة العراقية أن تضع حساباتها لما بعد خروج داعش من الموصل ومطارتها بالصحراء الغربية غرب الموصل لغرض القضاء على هذا التنظيم وإشراك القوة الجوية بشكل واسع وسيكون قتال هذا التنظيم في تلك المناطق أسهل بكثير من المناطق السكانية هذا يعني أن إن كان هناك خطة حقيقية وإصرار واضح من الحكومة العراقية على إنهاء هذا التنظيم لا بد مطارتها في كل مناطق الصحراوية هذه إضافة إلى ضرب الحدود السورية العراقية التي يلجأ لها أو يذهب باتجاه الرقة من خلالها ولكن المهمة الأصعب ستكون أمام القوات العراقية هي من بدءا من الشمال الرمادي وإلى القائم وإلى البوكمال هذه المناطق حقيقة ما تقوعة جدا والقتال فيها صعب ولكن يجب العبور إلى شمال نهر الفرات وبالتالي لا بد من تهيئة وإعداد خطط جيدة وكفوة وقوات قادرة على التأقلم على هذه المنطقة والقتال فيها وأعتقد أن داعش لم يخرج من الرقة في وقت قريب فسيبقى لفترة أطول في هذه المناطق بشكل تهديد العراق ولا بد من النظر بشكل شمولي لإنهاء هذا التنظيم في سوريا والعراق معا وعلى الحكومة العراقية أيضا أن تعاون في ذلك من خلال القوات المشتركة مثل ما تفضلت أستاذ هاني أن خطة القوات المشتركة هي تشمل سوريا والعراق معا وهناك ترتيب حول الرقة مثل ما تفضلت قبل قليفة برنامجكم ونأمل أن ننتهي من هذا التنظيم الإرهابي ويخرج من العراق ومن سوريا أيضا نعم سيد عشور في عجالة كيف يمكن اليوم بعد الموصل المستوى الإنساني هناك كارثة إنسانية كبيرة هناك ضغط على بعض المدن العراقية هناك حركة نزوح كبيرة هل سنشهد هل لدى الحكومة برنامج لإعادة النازحين إلى المدينة هل هناك خطة لبناء أو إعادة إعمار الموصل في هذه اللحظة نعم بداية حقيقة الدور الحكومي في هذه المسألة ضعيف جدا لأسباب معروفة أولا هناك أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط العراق يعتمد في هذا المجال على ما تقدمه الدول من مساعدات إلى العراق لدينا ثلاث مراحل لإنقاذ النازحين المرحلة الأولى الآن إخراجهم من المدينة وابعادهم عن القتال كما يجري الآن في الموصل هناك خطة أخرى الموجودون أساسا الذين هربوا منذ أن جاء داعش إلى المخيمات وهذه المخيمات أصلا بعد ثلاث سنوات بدأت تكون ضعيفة ومنهارة وتحتاج إلى تجديد المسألة الثانية بعد أن ينتهي داعش ويعود النازحون لا بد من تأهيل جديد تأهيل نفسي للأشخاص ومن ثم تأهيل للبنى التحتية للإعمار لأن هناك مدن شبه مدمرة وعودة المواطنين إليها والعيش فيها صعب جدا لذلك أنا أعتقد هذه المراحل إذا لم يكن هناك تضافر للجهود الدولية ستكون هناك كارثة كبيرة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي علما أن هؤلاء وبسبب وجودهم فقدوا وظائفهم فقدوا رواتبهم الأطفال من الطلاب فقدوا مدارسهم أصيبوا بأمراض كثيرة تحتاج هذه المدن إلى إعادة وحملات صحية جديدة هذا كله يمثل كارثة أنا لا أعتقد الحكومة العراقية قادرة على أن تتجاوز هذه المحنة لوحدها المسألة الأخرى ما يحدث الآن في الموصل الآن لا يوجد توقعات ثابتة لعدد النازحين الأعداد تتكاثر يوميا وبشكل كبير الموجود الآن من مخيمات هو مخيم في شمال حمام العليل ومخيم جنوب الموصل قرب القيارة هذه لا تتسع لستين ألف شخص في أقل من عشرين يوم حتى الآن نعم نحن حررنا لحد الآن بين سبعة أو ثمانية أحياء حتى الآن لدينا أكثر من ستين ألف شخص من النازحين هذا ما يعني أن بمعدل ثمانية إلى عشرة آلاف شخص ينزح يوميا نعم إذا ما استمرت المعركة ولا ننسى في الجانب الأيمن هناك ثمانية واربعين حي في الجانب الأيسر كان هناك ستين حي ولكن كان هناك فرق بين حي وحي مسافات كبيرة نعم لذلك عندما تقدمت القوات الأحياء الخلفية كان ممكن إعادة النازحين إليها نعم أما الآن فالأحياء متداخلة وأزقة ضيقة وأحياء قديمة نعم اتضحت الفكرة سيد هاني عاشور أيضا سيد قصي المعتصم شكرا لك من لندن شكرا لكم أعزائي المشاهدين هذا أيمن الحماد نراكم غدا هنا الرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر